السلام عليكم ورحمة الله الإسلام دين ودنيا وكما يهتم بالعقيدة والعبادات يهتم أيضا بالمعاملات وكما أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالعدل والبر والإحسان لغير المسلمين المسالمين نهانا أيضا أن نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ينهى الله عز وجل المؤمنين أن يتخذ الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين فواجب على كل مسلم أن يراعي مصلحة الإسلام والمسلمين وأن يقدمها على ما بينهم وبين الكفار من قرابة أو صداقة أو تجارة أو غيرها أتدري لماذا؟ لأن في تقديم مصلحة الكافرين على المؤمنين تقديم للكفر على الإيمان ولو تأمننا جيدا في مجتمع المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن هناك تنوع فلم يكن مجتمعا مغلقا على المسلمين فكان بين المسلمين وغير المسلمين وخصوصا اليهود علاقات من القرابة والصداقة والأخوة في الرضاعة والتجارة وغيرها وكان بعض اليهود يظهرون المودة والولاء لبعض المسلمين ليفتنوهم عن دينهم فقيل لأولئك النفر من المسلمين اجتنبوا اليهود لا يفتنونكم عن دينكم فأبوا فأنزل الله تعالى تلك الآية الكريمة وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه نزلت تلك الآية الكريمة في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون الظفر لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى تلك الآية وقال مقاتل نزلت في حاطب ابن أبي بلتع وغيره وكانوا يظهرون المودة لكفار مكة ذاك هو منهاج الله لنا وهو ما يطلق عليه العلماء عقيدة الولاء والبراء أما باقي المعاملات الدنيوية بين المسلمين وغير المسلمين كالتجارة وغيرها والتي ليس فيها ضرر للمسلمين تجوز ومن يتولى الكافرين من دون الممنين فقد برئ من الله والله بريء منه وليس لهم من دين الله نصيب قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم بالتأكيد لأن من اختار موالاة الكافرين من دون المؤمنين آثر قوة الكافرين على قوة العزيز الجبار ولكن ماذا عن المستضعفين من النساء والصبيان والشيوخ وغيرهم ماذا عنهم فكان الاستثناء إلا أن تكونوا ضعافا خائفين على أنفسكم من القتل أو على أموالكم أو على أعراضكم فقد رخص الله لكم في مهادنتهم اتقاءا بشرهم حتى تقوى شوكتكم فتظهرون باللسان ما تطقون به شرورهم ويبقى القلب عامرا بالإيمان يا له من رب رحيم لا ينسى عباده المستضعفين رؤيا أن مسيرم الكذاب أخذ رجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم 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 فقال له أتشهد أني رسول الله فقال نعم ثم دعا الثاني فقال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم فقال له أتشهد أني رسول الله قال إني أصم فقال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم فقال له أتشهد أني رسول الله قال إني أصم فقال له أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال له أتشهد أني رسول الله قال إني أصم فأمر بقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه فهنيئا له وأما الآخر فقد قبل رخصة الله فلا تبعت عليه ومن أقوال أبي الضرداء المأثورة والله إن لنبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتل عنهم ويحذركم الله نفسه فاتقوه وخافوه وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء جزاكم الله خيرا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل أيها النبي للمؤمنين إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من ميل وموالات للكافرين أو تظهروه يعلمه الله ولا يخفى عليه منه شيئا يعلم السرائر والضمائر والظواهر ولا يخفى عليه خافية فالله عز وجل يعلم السر وأخفاه ويعلم ما تبدون من الأقوال والأفعال لاحظ معي أخي الكريم في تلك الآية الكريمة قدم الله ما نخفي على ما نبدي أما في سورة البقرة فقدم ما نبدي على ما نخفي فلماذا؟ حتى نعلم جميعا أن علم الله تام وكامل وشامل وأبدير أما علم الإنسان مهما على وارتقى فهو علم ناقص ومحدود ولو وقف كل الخلق في صعيد واحد وفي نفس اللحظة ولكل واحد حاجة أو حاجات فإن الله يعلمها جميعا سبحانه لا تخترط عليه اللغات ولا تلتبس عليه اللهجات ولا يشجله شأن عن شأن وعلمه محيط بكل ما في السماوات والأرض ووسع علمه كل شيء لا يغيب عنه مثقال ظرة ولا أصغر من ذلك والله على كل شيء قدير له وحده القدرة التامة والكاملة على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن تدبر في تلك الآية الكريمة وعمل بها ارتقى إلى أعلى الدرجات إلى درجة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جزاك الله خيرا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تغد له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد وفي يوم القيامة يوم الجزاء تجد كل نفس ما عملت من خير حاضرا وموجودا ينتظرها والخير هو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها ففعل الخير ولا تنتظر شكرا أو ثناء من أحد وتذكر أنك ستجده حاضرا عند الله يوم القيامة وما عملته النفس من سوء تجده حاضرا في انتظارها أيضا والسوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها واجتنب السوء فإنه هم في الدنيا أحصرات يوم القيامة وتتمنى النفس لو أن بينها وبين السوء أمدا بعيدا والأمد البعيد هو الزمان البعيد أو المسافة البعيدة ويحذركم الله نفسه في يوم القيامة فاحذروا وخافوا بطشه وشدته وقسوته وعقابه وانتقامه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا فاحذروا ذاك اليوم قبل ثوات الأوان ولكن لننتبه جيدا إكرار نفس التحذير يدل على عظم الذنب أطع لي كل عقوبة بالنفس والذات الإلهية أشد ومع شدة عقابه فإنه رؤوف بالعباد ومن رأفته ورحمته أنه حذر العباد قبل العقاب وأنه بدأ بالخير قبل الشر وأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها وأنه يعفو عن الكثير والكثير من ذنوب العباد نسأل الله العظيم توبة قبل الممات وأن يسطرنا في الدنيا وفي الآخرة جزاكم الله خير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تعد له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد